سلاسة انه هيدي خبر حلو للزمالك النهاردة لجماهير الزمالك النهاردة جميس جدد عقده تلقائي لمدة سنة من غير ما يتسائل خبه تيك على طول يا ملك بس وتعادل كده وكده وخلال هو اللي مضى العقد تلقائيا الأول خليني يبارك لنات زمالك على البطولة الغالية بطولة الكونفدرالية الزمالك كان محتاج البطولة على المستوى المادي وعلى المستوى المعناوي على المستوى المادي انه يستخدم جزء من المكافأة في فك القيد كنا نتكلم من اسبوعين هنا قلت لك اعتبر الموضوع خلصان في كل أحوال الزمالك كان مجاهز أموره انه محتاج فوق القيد ومحتاج تدعمات على المستوى المعناوي دي حاجة مهمة جدا في اللي بيحسب سأقولي جوزيجو ميز جوزيجو ميز وفقا للتعاقد المبيني ومبين نات زمالك بالتتويج بطولة الكونفدرالية هو عقده مستمر لسنة أخرى معنات زمالك وبالتالي جوزيجو ميز ومدرر بنات زمالك حتى نهاية الموسم القادم لكن لو لا قدر لا كان خسر الكونفدرالية كان مضاء خلص كان مش بشكل كبير هي الإدارة كانت قيلة واعلنت ان هي بتدعم جوزيجو ميز وان نتيجة مباراة النهائي ملهاش علاقة باستمرار وفي الموسم الحالي مع الفريق ولكن تعرف قالي زمالك الجمهور ما كانش هيبقى متقبل فكرة انك تخسر بطولة بحجم ده وما تعملش تغييرات كوبرة لأ انت كمان قلتلي حاجة اللقتي خليتنا فكر بطريقة كويسة انه الإدارة الزكية بفكرة انه ما ماضيتش كان ممكن تجيب جوزيجو ميز وتقوله انت كده كده تمدي معاقل سنة ونص قاليت له لو خسرت الكونفدرالية ممكن تمشي وشي ما فيش الجزائي مش ما في الماكل هيمشي كان ممكن الزمالك بس على العالي ما يبقاش فيكم متى متى أو يعني ما فيش حاجة منزم لها الزمال يجي بعد كده اضالة حقها النادي ورحل لها بقى ودور اقاف قيد هتفكه ازاي فهم حاولوا يتجنبوا ده في عقده جوزيجو ميز وكان عقده مشروط بالتتويج بالكونفدرالية من اجل استمرار مع الفريق والبونس بقى اللي محتوط له انت لو قدرت تتوج بالكونفدرالية فانت عقدك اتجدد تلقائي لمدة موسم ولذلك جوزيجو ميز واول خبر معنا النهاردة كريم هو مدرب الزمالك حتى نهاية الموسم القادم